السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل أمنيات بعيدة إليكم ملخص الحلقة وأهم أحداثها نور تتشاجر مع أهلها لأنهم أخو سر دلال أنها تكون أختهم لطيفة تتحدث مع بنتها ضحى ودلال عن شريحة أنها هي التي طلبت في ورسها من أبيها وهو على فراش الموت وتحاول لطيفة أقناء بناتها أن شريحة أمرأة سيئة لكي يكرهها ولكن يتضح بعدها أن لطيفة هي التي كانت تطوارب بحقها من الورس في ذلك الوقت وأن أبيها مات بسببها شريحة تتحدث مع بناتها وتخبرهم أنها مريضة بمرض السرطان وأنها أخبرتهم إذا ماتت يكون لهم ألم أن لديهم مخت كبيرة والتي هي دلال غانم يلتقط أباه في المزرعة وهو يسرق مال ويتشاجر غانم مع والده على الشيء الذي يفعله ويهدد أنه سيتصل بالشرطة ويخبرهم سلمان يتحدث مع غانم ويطلب منه أن لا يتصل بالشرطة غانم لا يتصل بالشرطة ولكن بعدها يطرد أباه من المزرعة يذهب سلمان إلى مزرعة حمد أو يتحدث معه عن موضوع دلال وأنه يريد ابنته وحينها دلال تسمع بالصدفة وتنصدم من ذلك شريفة تحدث مع غانم معادل أن تريد أن تذهب إلى منزل لطيفة وتكشه الحقيقة أن دلال ابنتها إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراكي القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد ولكن ندعكم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته